على بعض يومين من عيد الأضحى عينت كاميرا الأيام 24 بالمحطة الطرق يولا ديان زيادة في أتمنة التنقل إلى مجموعة من الوجهات خاصة منها مدن الشمال وجنوب المملكة والتي تعرف إقبالا مكتفا هذه السنة بفعل تزامن العطلة الصيفية مع عيد الأضحى المشكلة التي كانت في الأتمينة هو أن الناس دابل الجيشية مسدودين يقول لك الوراق لا يوجد الكيران عامري وكان الناس أخرين يبيعوا الوراق برها في المثال من طيطان الرباط يقول لك 150 درهم عدد كان جو 80 درهم الرباط 70 درهم و80 درهم عدد كانت هنا 80 درهم و90 درهم كان مشكلة ورغم ذلك يقول لك الوراق لا يوجد الكيران يقول له أنا فتشت عندي خمسات بلايس فتشت لهم يقول لي حتى الثلاث عامر باللي لا يوجد الكيران 60 درهم تجولي بمئة درهم لا يوجد الكيران عامري لا يوجد الكيران عامري تشغل في أيام العيد؟ في أيام العيد ومن لما كانت العواشر ربما يمشي بقل من الثامن يعني بحل العيد؟ عوض لهم ولكن كلمة ديت بحساب أختي عنده عائلة مثلا ربعة الولاد لثلاثة والراجل والمرأة ومسافرين زيدة عليها تجولي مئة درهم الورقة خمسة الناس بأعشر الالاف وتمور العيد نفس المشكلة من له مراكش أقادير طانجة مراكش أقادير طانجة مراكش أقادير طانجة مراكش أقادير طانجة يعني زيدة تامان ديمة وسياسة نعرفه كل عام موسيقى ورغم الاحتجاجات التي يبديها المواطنون خلال مفاجأتهم بالأتمنة الجديدة والتي تكون في بعض الأحيان مضاعفة إلا أنهم يردخون للأمر الواقع أمام غياب أي مراقبة من طرف الجهات الوصية على القطاع وغياب بداء لا تمكنهم من التنقل إلى الوجهة التي يقصدونها موسيقى موسيقى شكرا